في هذا الفيديو سنتعرف على وجهة مستخدم RFM والتي تتكون بشكل أساسي من شريط القوائم في الأعلى أسفل منه يوجد شريط الأدوات في الجهة اليسرى توجد المتصفحات أحددها ثلاثة ويظهر الرابع عند إجراء التحليل في الأسفل توجد الجداول في الجهة اليمنى توجد اللوحة وأخيرا في الوسط توجدنا فتة العمل مؤخرا تم إضافة شريط جديد في الأسفل يحتوي على بعض الأوامر الإضافية سأبدأ بشريط القوائم جميع الأوامر الموجودة في البرنامج توجد في هذا الشريط أيضا الأوامر الموجودة في شريط الأدوات وفي القوائم المختصرة توجد في هذا الشريط على سبيل المثال شاء مشروع جديد يمكن أن أجد هذا الأمر في قائمة فايل أو على سبيل المثال النافيتر يمكن أن أجد هذا الأمر في قائمة فيو أبدأ الآن بقائمة فايل هنا يمكن إنشاء مشروع جديد فتح مشروع سابق أو إغلاق هذا المشروع أيضا توجد هنا خيارات مختلفة للحفظ على سبيل المثال حفظ حفظ بسم وغيرها من الخيارات هنا توجد أيضا خيارات مختلفة للطباعة وأيضا يوجد هنا الـ Global Center و الـ Base Data يمكن إجراء التصدير بصيغ مختلفة على سبيل المثال AutoCAD أو DXF وغيرها من الصيغ أيضا يمكن استيراد بطرق مختلفة على سبيل المثال IFC هنا توجد أيضا النماذج التي تم فتحها مؤخرا في البرنامج وأخيرا يمكن إغلاق البرنامج أنتقل إلى قائمة Edit هنا أجد الـ Ando Redo Copy Paste توجد أيضا خيارات مختلفة للتحديد أو الاختيار يمكن أيضا إجراء الحذف توجد هنا أيضا الواحدات وخيارات متعددة للتعديل أخيرا يمكن إنشاء برامترات معينة باستخدام هذا الخيار أو من خلال هذا الخيار أنتقل إلى قائمة View بهذه القائمة يمكن أن أجري عمليات إظهار أو أخفاء على سبيل المثال يمكن أن أخفي النافيجاتر الموجود في الجهة اليسرى من خلال الضغط على هذا الخيار أيضا الجدول في الأسفل واللوحة في الجهة اليمنى بهذه الكافية أحصل على نافة التعامل أكبر بالضغط مرة أخرى يمكن أن أستعيد هذه الخيارات إذن كما ذكر هنا توجد الخيارات المتعلقة بالأظهار والإخفاء خيارات كثيرة أنتقل إلى قائمة Insert هنا يمكن إضافة عناصر مختلفة على سبيل المثال هنا يمكن إضافة مواد، مقاطع، عقد، سطوح، فتحات خيارات مختلفة أو يمكن إضافة عناصر خاصة هنا أيضا توجد خيارات للعقد على سبيل المثال أو الخطوط من خلال Types Types for Nodes أو Types for Lines أيضا للعناصر، السطوح، خيارات مختلفة أنتقل إلى Sign هنا يمكن إضافة خصائص معينة، على سبيل المثال، للعقد خلال إضافة مساند أو الخطوط، مساند ومفاصل، العناصر، وأيضا السطوح أنتقل إلى قائمة Calculate هنا توجد الخيارات المتعلقة بالتحليل، حيث يمكن أن أجري تحليل على سبيل المثال، للحالة الحالية وهي Self-Wade أو أن أجري التحليل للكل بالضغط على Calculate All يقوم البرنامج عندئذ بحساب أو تحليل كافة الحالات وتركيب الأحمال الموجودة، أو أن أقوم بتخصيص حل تحميل معينة أو تركيب معين توجد هنا أيضا خيارات للتحليل، أعدادات الميش، يمكن إظهار الميش، وغيرها من الخيارات أنتقل إلى Results هنا يمكن إظهار على سبيل المثال الـ Deformations أيضا يمكن أن نظهر النتائج لأن عناصر، وأيضا السطوح أنتقل إلى القائمة التالية وهي Tools هنا توجد خيارات خاصة على سبيل المثال Plausibility Check وخيارات أخرى أنتقل إلى Options في Options أجد عدد من الخيارات، على سبيل المثال يمكن من خلال هذا الخيار أن أجري عمليات تعديل هنا للخلفية بتغيير لون الخلفية، أو للشبكة على سبيل المثال بتغيير أعدادات الشبكة، وخيارات أخرى يمكن أن أجدها في هذه النافذة على سبيل المثال للحمولات، النتائج، وغيرها أعود إلى Options هنا يمكن أيضا أن نعدل الواحدات أيضا من خلال Program Options يمكن أن أجد خيارات إضافية على سبيل المثال هنا الحفظ الأوتوماتيكي هنا هذا الخيار متعلق بالWeb Surface يمكن أن نفعل هذا الخيار من أجل أن يتم إجراء عملية التبادل بين RFM والبرامج الأخرى على سبيل المثال Rhino Grasshopper وغيرها من البرامج الأخرى هنا يمكن أيضا أن أجد إعدادات أخرى على سبيل المثال يمكن تغيير اللغة، أو المنطقة، أو نظام الواحدات أعود إلى Options بشكل افتراضي يوجد شريط الأدوات بهذا الشكل يمكن أن أضيف أوامر جديدة إلى هذا الشريط أو أنا أحذف أوامر من هذا الشريط من خلال هذا الخيار سبيل المثال يمكن أن أضيف هذا الخيار هنا أضغط وأسحب إلى هنا يتم إضافة هذا الأمر أو يمكن أن أحذف هذا الأمر بطريقة معاكسة بهذه الكيفية أنتقل إلى Window إذا كان لدي عدد كبير من النتائج وعردت أن نظهر كل نتيجة على حدة يمكن أن نستخدم هذا الأمر أو من خلال هذا الويندو بتقسيم النافذة إلى عدد معين على سبيل المثال يمكن أن نقسم بشكل أفقي أو بشكل شاقولي خيارات مختلفة للعرض إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم شكرا لكم شكرا لكم